أحباء المشاهدين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة والناس قال الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يجذبون تتوالى وفضايح جماعة الإخوان الإرهابية ما بتخلص فضايحهم ما بتخلص كل يوم في ضيحة جديدة وكل يوم في ضيحة كانت مستخبية بتطلع ربنا بيكشفهم قال لك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ليه؟ ها قبلها قال لك ولهم عذاب عظيم ليه؟ بما كانوا يجذبون بما كانوا يجذبون الكذب والتدليس والخيانة شعار التدمير هدفهم شعارهم الخراب فإن لم تستحي ففعل ما شئت ده منهجهم فضايح إعلاميين وقنوات جماعة الإخوان الإرهابية لا تنتهي أبداً الفاشل اللي كان نبطشي في الأفراح جديدة دي نبطشي في الأفراح ولما نقول فاشل طيب علشان تعرفوا أكتر الهارب الخايم اللي بيطلع على قناة مكملين الإرهابية الراعية للإرهاب يبقى مين محمد ناصر الإعلام الخروف العرة النهاردة في فضايح كتير قوي وهنكشف لكم بعض الفضايح النهاردة وبعض المعلومات الخاصة بمحمد ناصر مبدئياً تعالوا كده نشوف الخبر محمد ناصر الفاشل محمد ناصر الفاشل خمسين في المية سنوية عامة تعالوا كده السيرة الذاتية للإرهاب محمد ناصر فاشل سنوية عامة بخمسين في المية اللقاء الأول مع الميكروفون نبطش في الأفراح الشعبية حاول العمل في مجال الغناء ولم ينجح وظهر كومبارس في فيلم قبل انضمامه ها لكتيبة الإرهاب بتركيا محمد ناصر كان فاشل بامتياز ما كانش ليه شغلة ولا مشغلة صائع يعني جاب خمسين في المية في السنوية العامة وكان في الوقت ده جامعة المينيا كلية الفنون الجميلة فتحت قسم النحت كانت بتاخد من خمسين في المية فقال لك اروح اقدم فيها احسن من ما فيش قدم الراجل برضو يعني عايز برضو يقلب عيشه فيعمل ايه اتجه اللي يبقى نبطشي في الافراح الشعبية اللي هو ازاي بقى خلينا كده نتكلم بالبلدي لو بيطلع عالمسرح يلم النقطة محمد ناصر كان من تاريخه بيطلع عالمسرح بيلم النقطة من المعزيم لصالح مين لصالح العريس واصحاب الفرح وبلاش افسر بقى نبطش الافراح الشعبية يعني مسك الميكروفون وبيقول ايه ومنظره بيبقى ايه حاجة كده في قمة العرة محمد ناصر بقى بعد ما فشل هو منجحش يعني نبطشي افراح شعبية يعني شويش كده بالبلدي بيسموه شويش بالمناسبة يعني في الحزوز وفي الافراح الشعبية الى غير ذلك من الامور لو بيبقى واقف كده عالمسرح زايد يرحب بقى باللي داخل واللي خارج وحاجة كده يعني فمحمد ناصر الخامرجي والحشاش والفاشل والصائط قال لك لا يعني انا عايز حاجة بقى ايه يعني متطورة شوي فقال لك اروح اعرض نفسي وانضم لفريق غناء كان اسمه ساعتها اوطار مصري كمل ابدا ما كملش يومين معاهم وتم طرده فاشل ما هو اول ما طلع يعني قبل ما يترقى ويتعملوا برنامج رئيسي على قناة مكملين الارهابية وبرنامج يومي كان فاشل كده كان حتة يعني 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 مدلس كان حتة كذاب كده على صغير في قناة الشرق الاخوانية اللي بتاعت البقف ايما النور هنجله في حلقة تانية ايما النور ده فضايحه كتير ما بتخلاص فمحمد ناصر العرة ده عشان بس بتعرفه تاريخه الاسود كان ايه واللي عامل نفسه كاتب وبيطلع دلوقتي على هيئة اعلامي وبينصح وعمل نفسه قلبه على البلد وهو اصلا بينشر الفتن وبينشر الاكاذيب وبينشر اشياء ليس تموت من الحقيقة في شيء ده تاريخه بقى طالب فاشل جاب خمسين في المية سنوية عامة ثم اتجه الى بعد ذلك الى نبطشي في الافراح الشعبية ثم فرقة اوطار مصرية او فريق اوطار مصرية للغناء الراجل الراجل برضو مكتفاش فقال لك يروح يعمل ايه ابقى كومبارس في السينما ركزوا بس معايا كومبارس في السينما فكان لي بصراحة ادوار لا تذكر من ضمنها فيلم بنات وسط البلد طالع كده يعني عامل زي الليفة واخد بلك وما كانش ليه كلمتين على بعض كومبارس ما كانش ليه اي قيمة ثم بعد ذلك تتاو ثم بعد ذلك جرت الاحداث وهرب وانضم الى جماعة الاخوان الارهابية واصبح الان اعلامي يعني صميم تابع لجماعات الشر ولجماعة الشر جماعة الاخوان الارهابية السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد الامة العربية بيزعله او من الكتابة كلمة دي وانا ببقى مصر في كل حلقة اللي انا اقول على السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد الامة العربية رغم ان في كل حاقد وحاسد وعدو لهذا الوطن العظيم السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما كشف مخططهم ايام المخلوع محمد مرسي وبدأ وبدأ يكشف التدبير الممنهجة لتدمير واسقاط هذه الدولة ومؤسساتها والحمد لله كان بارادة شعب صورة 30 يونيو طلع الشعب كله وفوض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي انا بسميه منقذ الشعب المصري من هلاك جماعة الاخوان الارهابية فبالتالي اللي هرب هرب ومن ضمن الناس اللي هربت محمد ناصر معتز مطر ابو شعرة ايمان نور والشلة الوسخة فطبعا ما كانش لهم حيلة غير اشياء عدة من ضمنهم الكذب والتدليس والتشويه والفتنة بين الشعب المصري ليه ها ظنين كده اللي ممكن يقدروا يسقطوا الدولة والجيش ومؤسساتها ويعني عندهم امل انهم يرجعوا للحكم تاني وده بعينهم ده بعينهم مش هيحصل ليه لان ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر في قرآنه وفي كتبه السماوية التي انزلها ربنا حافظ مصر بجيش مصر اللي هو خير اجناد الارض فانا بقولك يا محمد يا ناصر اتهد بقى بقولك انت من المفترض اصلا دي تاني حلقة ولا تالت حلقة بنشر اتنين في المية من الفضايح والحلقات جاية يا محمد يا ناصر وهنشوف بقى احنا مع بعضه والايام ما بيننا انت من المفترض يا محمد يا ناصر تلبس طرحة زي الحريم وتقعد في بيتك يا محمد يا ناصر ليه لان في الحلقة الخاصة في فضايحك يا محمد يا ناصر اللي فاتت اظهرت كذبك وتدليسك والنهاردة بالوسائق وبالدليل وبالبرهان القاطع هفضحك قدام العالم كله مش الشعب المصري فقط انك ارهابي يا محمد يا ناصر بالدليل ارهابي بالدليل يا محمد يا ناصر محمد ناصر معايا دليل ليه انه ارهابي ويروج للقتل ويحرد الشعب للقتل بس القتل مين ضباط الشرطة اللي اقل واحد في وزارة الداخلية لو عسكري او امين ضفره اللي بيطيره يا محمد يا ناصر برقابتك وبرقابة مليون زيك هنشوف الفيديو ده ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة كنا قبل الفاصل بنتكلم على الخائن الهارب الارهابي العميل المرتزقة محمد ناصر الاعلامي القزم العرق وطبعا فضحنا انه كان سائل سنوية عامة وانه التحق بجامعة المينيا كلية الفنون الجميلة قسم النحت خمسين في المية كده كان لسه يعني طالع القسم ده جديد وكان بياخد من خمسين في المية وكان اللي قدم فيه قلة يعني قليلة جدا وقلنا ان محمد ناصر الاعلامي الخروف العره انه كان شغال ما بطش في الافراح الشعبية بلم النقطة من المعزيم وقبل مخرج فاصل مباشرة قلت اللي انا هفضحك مش في مصر بس للعالم كله اللي انت ارهابي يا محمد يا ناصر نفس فكر بالضبط جماعة الاخوان نفس فكر ازاي ما انت منهم ده انت منتم ليهم كل الانتماء تعالوا كده نشوف الكلب محمد ناصر ان المفروض يلبس طرحة زي الحريم ويعود في البيت تعالوا كده نشوفه ونكشف للناس وللعالم كله انه بيحرد على القتل بس قتل مين قتل ضباط الشرطة اللي اقل واحد فيهم ضفره اللي بيطيره برقابة مليون زي محمد ناصر العرة تعالوا نشوف الفيديو نهاردة تحرك ايجابي بجد اقطعوا عليه كل حاجة كملوا اقتلوا زباطهم انا بقولكم على الهواء اقتلوا زباطهم انا عايز اقول لكل زوجة زابط جوزك هيتقتل النهاردة لأ بكرة بعد بكرة هيتقتل جوزك اقتلوا عليه كل حاجة كملوا اقتلوا زباطهم انا بقولكم على الهواء اقتلوا زباطهم انا عايز اقول لكل زوجة زابط اقتلوا زباطهم تحريط صريح كلمات صريحة من القزم من اللي مش عارف انت يا محمد يا ناصر كتابولك ذكر في البطاقة ازاي ده لسه الايام جاية والايام ما بيننا لسه محمد ناصر الخاين الارهابي يحرد الشعب على قاتل ضباط الشرطة الاشراف اللي انا وصفتهم ان لو امين او عسكري في وزارة الداخلية ضفره اللي بيطيره اشرف من مليون واحد زي محمد ناصر الاعلامي الخاين الهارب الكذاب المدلس الارهابي محمد ناصر بتحرد بتحرد ده من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض كأنما قتل الناس جميع الاسلام الاسلام بارئ منك يا محمد يا ناصر يا عره القرآن بارئ منك يا محمد يا ناصر يا عره الدين بارئ منك يا محمد يا ناصر يا خروف يا مرتزقة يا نبطشي في الافراح الشعبية يلي كنت بتلم النقطة من المعزيم اوعى تنسى نفسك يا محمد يا ناصر اوعى 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 الفلل والدولارات والعربيات الفارهة تنسك أصلك يا محمد يا ناصر اوعى ان المنظمات الارهابية اللي مشغلينك يا محمد يا ناصر وحطينك يعني يا مهنة يا مهنك زي ما بيقولوا ينسوك أصلك ونفسك يا كنبارس يا فاشل يا صائد ايه ده ده تحرط صريح على القاتل هتجاب يا محمد يا ناصر هتجاب وكل حلقة بحرق دمك ودم اللي زيك ودم التابعين لجماعة الاخوان الارهابية بحرق دمهم كلهم ودمك بذكر هشام عشماوي مصيرك انت يا محمد يا ناصر ومصير معتز مطر ابو شعرة ومصير ايمن نور وكل الكلاب الضلة مصيرها حبل المشناء ده انت اتحكم ضدك احكام كتير اتحكم عليك بأحكام كتير ليه لتحريضك على القاتل والعنف ونشر الاكاذيب بين الشعب المصري بس اللي بيسمعك او بيصدق كلامك بأهطل او تابع من توابع الخرفان اصنتم منهجياتكم كلها واحدة ما فيش عقل مثلهم كمثل الحمار يحملوا اسفارة اي يحملون الكتب النافعة ولا يستفيدون منها باي شيء حمير ده بل الحمير عندهم زكاء عنهم تعال بقى بلاغ مقدم من المستشار ايمن محفوظ يطالب باجراء صارم ضد قنوات الجزيرة والشرق ومكملين معانا المستشار جاهز ولا لا طيب لغاية ما المدخلة بتاعة المستشار ايمن محفوظ لانه كان قدم بلاغ باجراء صارم ضد قنوات الجزيرة والشرق ومكملين وطبعا يعني جماعة الاخوان الارهابية لا دين لهم يعني لا دين لهم لا دين لهم معانا المستشار ايمن محفوظ معالي المستشار اخبار ما عليك انتخب النقص معانا المستشار زاجة ابراهيم بيه بيه انا بحيي حضرتك على صارة هذه الحلقة الجميلة وسلسلة الحلقات من قبل كده وبحييك جدا وبحيي فريق اعدادك على الوطنية العظيمة في مكافحة الجماعة الارهابية يا رب تسلم لي معانا المستشار علاقتك بجماعة الاخوان الارهابية علاق الطار ما هي ابرز القضايا التي رفعتها على الاخوان وعملائهم والله يا فندم الجماعة الارهابية احنا كلنا بينا وبين هطار لانها فئة ضالة في المجتمع استعانت بالاستعمار انا عايز بس ابدأ برائدهم حسن البنة اللي كان في الاسماعيلية بيتحالف مع قوات الاحتلال الانجليزي وهم بسبب وجود هذه الجماعة الارهابية للوجود ثم بعد كده هنلاقي قطب اخر زي اللي هو سيد قطب ده كان ضاقج فني يعني بتاع فرفاشة يعني راجل بتاع فن بقى وفندانين وكده اه الراجل كان نباطشي نباطشي لا ده انا بتكلم على سيد قطب من اخطاب الجماعة الارهابية اه 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 وراح امريكا بعد ما راح امريكا بقى شيخ وبقى قطب من اخطاب جماعة الاخوان المسلمين اه ومبطئ ارى تفسير القرآن والتعليفات طيب يا معالي المستشار الهدف الحقيقي من وجهة نظرك للجماعة الارهابية واعلامهم ماذا يريدون احنا احنا بس يا عايزة اقول كلمتين بس صغيرين عن نشأة الجماعة اه لما تشوف بس الكلام سيد قطب هتلاقي ان هو وصل المجتمع الاسلامي الى شقين اه فستات كفر وفستات ايمان فستات الايمان اللي هم الجماعة واتباحهم فقط اما كل الناس كفر حتى المختلفين معهم بالمسلمين وايمان نور احنا عارفين ان هو كان يعني قدراته البالية ما تقدرش وايمان نور البقف اسمه البقف حتى فيه على الشاشة بلاغ يطالب باجراء صارم ضد طنوات الجزيرة والشرق والكملين لحضرتك ولكن في عجالة بس يا معا المستشارة علشان الوقت عايزين نخش بقى في الموضوع على طول ما انتليك حلقة معايا والفضايح ما بتخلاص ما هو الهدف الحقيقي من وجهة نظرك للجماعة الارهابية واعلامهم عايزين ايه اعلامهم هو اعلام الضلال والتضليل ونصر الفتنة وهم حاجة عندهم ان هم الدولار وهم شيء ان هم يوصلوا للحكم ولو على جسس المصريين وجسس الشرطة لان لو رجعنا للمنظور التاريخي لوجود الجماعة وحسن البنة والاستعمار الانجليزي الاستعمار الانجليزي ده اللي قاتل شهدائنا في 25 يناير في مدينة اسماعيلية فهم مأجورين يعني الهدف الحقيقي الخراب والتدمير انت بتقول ان هم يا استاذ محمد يا ناصر يا زي ما انت بتقول ان انت انتوا ناس بتعاولوا تتشروا الاسلام ونصح بايدنا وانتوا لو بتحبوا المسلمين والاسلام هم ابعد ما يكون عن الاسلام وابعد ما يكون عن المسلمين وابعد ما يكون عن الدي ان دي قناة بتقول احنا ناس نرتدي عباعة الاسلام مش هتلاقي ساعة الادان ابدا ان هم بيزيعوا الادان مش هتلاقي ولا برنامج ديني يا معاني الباشا ده خامرجية وحشاشين بلاش نتكلم يا راجل بلاش نتكلم يا معاني المستشارة عشان الوقت خلينا في الحلقة اه خلينا في الحلقة انت شرفتنا لكن يفن فيش ولا برنامج ديني غير برنامج واحد ايوه البرنامج ده بيحد على القط اه وبيحد على الفوضى ونشر اه 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 الاخلال بالامن العام فيه واحد كده فيه واحد فيه واحد مسميينه اه كل ده يعني هيتم سرده في الحلقات القادمة وفي الحلقة لما حضرتك اه تشرفنا اه يعني حتى البرنامج الديني الوحيد الوحيد تمام بيحرد على القتل والعنف الى غير ذلك مع المستشار بشكرك شكرا جزيلا اه طبعا اه انتهى عام عشرين عشرين وربنا ربنا ركزوا في الكلمة دي ربنا اكرم الشعب المصري بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الامة العربية اكرمه اكرم الشعب المصري ان ربنا بعت له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعبر بمصر وبشعبها الى بر الامان وقد كان اه مداخلة الشيخ احمد شهاب الدين جاهزة طيب 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 اه طبعا الشيخ احمد شهاب الدين هيبقى بعد شوية معانا وهيطلو علينا هيبقى معانا طبعا في التليفون عبر الهاتف اه يطلو علينا ما تيصر من اي الزكر الحكيم التي ذكرت فيها مصرنا الحبيبة ودعاء هنختم به الحلقة ولكن تعالوا بقى نشوف حصيلة انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2020 تحية مصر ترجمة نانسي قنقر 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 الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعسدنا لهم عذابا أليما ويدو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان رجولا وجعلنا الليل والنهار آياتين وجعلنا الليل والنهار آياتين وجعلنا الليل والنهار آياتين فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات مهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فطلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم الله عليك يا شيخ أحمد طبعا عايزين ندعي دعاء لمصر أن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها من كل شر وسوء ومكروه أمين الله اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وفرق قروبنا بالقرآن وقضي حوائجنا بالقرآن اللهم اخفظ مصر بالقرآن اللهم كما ردت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وتقريب المخربين وطمع الطامعين اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك وإحسانك إلى يوم الدين اللهم اجعل لمصر ولأهلها من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل دار دواء ومن كل مرض شفاء واجعل لنا مع العسر يسرا واجعل لنا مع العسر يسرا وما ذلك عليك بعزيزي يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم استجب وتقبل بتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضلتك أحباء المشاهدين فيش أحسن من كده ختام ما فيش أحسن من كده ختام ما فيش أحسن من كده ختام نبدأ عام جديد بالدعاء لمصرنا الحبيبة وعايز أقول بالمناسبة مصر ربنا حافظها مصر لن ولم تسقط أبدا جيش مصر محفوظ وربنا حمي بل وأقول وزيد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حمى الله في حمى رب الأرض والسماء سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خير أجناد الأرض أسأل الله العظيم أن يمده بالصحة والعافية وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه وأن ينصره على جميع أعدائه أعداء هذا الوطن العظيم حباء المشاهدين إلى هنا وصلت نهاية هذه الحلقة على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة لانقدر الله لي البقاء في الدنيا واللقاء سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر